من جديد نعييكم في جزتان من برنامج جحكي بانون الحديث لازال مستمراً متواصناً حول ترسيم مواجهتي الذهاب والإياب بين المنتخبات الجزائري والكاميروني قبل أن نترحى سؤال طبعاً على السيد بطلب كيف يتصور ويتوقع التشكيل التي ستلعب في مباراة الذهاب هل ستكون دفاعية أكثر منها هجومية؟ من الأكس وكذلك أنه بالماضي سيلعب بنزع هجومية في جابومة ضد منتخب كاميروني ليس بالمنتخب المرعب ولكن تبقى الكاميرون هي الكاميرون يبقى منتخب قوي لابد أن يحترم ينضب إلينا أرحب عبر سكايب مؤز بؤكاز المدرب التونسي المدرب السابق الذي أقيل من منصبه رفقته معناديه طبعاً مرودية وهران كوتش أول المساء الخير مساء نور ومرحباً بجميع الحاضرين والسيدة المشاهدين شكراً لك ستكون معنا وستشارك معنا طبعاً في الجزء الثاني والثالث والربع حول المواضيع المقترحة سيد بطالب سؤالي كيف تتوقع التشكيل التي ستلعب مباراة الدهب؟ هل ستكون بنزع دفاعية أم هجومية أم لاكس كذلك؟ شوف كمال أنا نظن المقابلة هذه اللولة تعم مقابلة الدهب اللي راح تكون تعم كأس العالم شوف كمال بلك شو اللي بلون تاكتيك ممكن المدرب يبدل شوية لاعب ولا لاعبين في التمركز لاعبين خطر كما كنا شوفون النخب الوطني كان يلاعب دائماً بكات دو كات صح أربعة تنين أربعة وهذاك الرابع ليكون مع الكلت مهاجمين كان من ذلك يدير إبراهيمي كان من ذلك يدير بليلي ولكن في هذه المقابلة لازم يحسن شوية وسط الميدان صحيح وهو وسط الميدان قوي لذلك لازم يدير لاعب عنده بروفيل تعميله تانا يعرف يبني الهجمة ويعرف يدافع كذلك خطر ممكن ملكي زروقي وبن ناصر لازم يزيد لاعب أدم زرقان ممكن أدم زرقان جايزية لفورم تالي جوار خطر أنا نظن واحد كما محرز وطو دي پون تاني قلب هجوم ليكون انفورم حالياً حالياً عندنا تلت لعبين قلب هجوم كان عمورا كان إسلام مسلماني وكان بنجح ذلك هذا واحد فيهم واحد فيهم يديروا وكان بيانسور بلايلي لعب كما بلايلي نحن نعرفه إن شاء الله يكون في الفورمات ليقدر يملك حلول كثيرة لهجوم المنتخب الجزائري طبعاً أنا نقول كنا نلعبوا كات دو كات بوصيب نلعبوا بكات طروة طروة كل شيء ممكن ودخلت طبعاً في الموضوع المتعلق بتألق وخيبة أداة بعد لائبي المحترفين في البطولات الأجنبية البطولات العربية وحتى الأوروبية محمد شعيب هذا يؤرق اليوم جمال بالماضي عندما تملك مهاجمين لا يسجلون ويعيشون الضغط رهيب على شكلة بغداد بنجح كيف تتوقع بكل صراحة؟ هذه إشكالية هذه مؤادرة صعبة بالفعل من المروح المؤسس باكاس يكون عندك رقم واحد وعنده بداية شك في الأمكانية تاعه هذه صعب وخاصة أنه تعراك تروح تمشي وعندك مقابلة تصد هذا يخلي المضرب في التفكير وفي نظرة وفي تحليل مع كونتر بارتي على شكية رياد محرس هو يتقلق ورقب مهمة اليوم للنقب الوطني محرس بالليلي محرس بالليلي كانت كالك جوار يترجم كما بالإعجاب محرس ديسون روتور وليس بقى المقابلة بالليلي كانت لدينا أجل المضرب وليس بلعب مندي وليس بلعب مقابلة وربما ما رحش لعب حتى مقابلة حتى نبقى في بنجاح بغدا البنجاح يومي ببصة جافي داني جيشين بطلب كا عفو سنتعش هكالاتي بسيلك بقل بلس سيدي كيشون دو كونفيانس اليوم اليوم أنا نظر باللي بنجاح الى التات في القيدان اللي بلي اللي بلي اللي بلي كونسنتري على حاجة إلا باش يسجل أنا نظر باللي بنجاح اليوم اليوم هذي فكرة تاعي بنجاح من أفرد ومن أحسن يكون في البنتوش هقدار بما رح تكون عنده نظراحة يخله يتركز أكبر على الفورمات قبل ما تجليك سيد بوطال فوضي الحفية بغدا البنجاح ليس في أحسن أحواله على طرح بأنه سيغامر به في الماضي في مباراة الدهب لكي يخلق المدافعين يبقى يلعب رغم أنه لا يسجل نحن في البداية قلنا بالمدرب الآن ما عندهش نظرة يعني واضحة على الصحة وهو يتابع فقط اللعبين اللي يرام يلعبوا اللي يرام يسجلوا لا نسينا ما تكلم لاش مثلا على الإصابة تاع بدران وتاع الطال مثلا اللعبين أنا جايلي هل يجيلي هل يوجد بغداد دقطة بغداد بولجه ونجي الماند ونجي البدران ونجي البطال معطيات هذه راح تملل على المدرب صحيح التشكلية راح تواجه بالفعل الآن أنا ما نتقلش نتكلم على طاكتيكتها المدرب لأنه ما لنش مدرب ولكن المدرب وش يعمل أنا قلنا باللي يحاول منها الـ 21-22 في شهر مارس يكون عنده أفضل فريق قضية أنه الآن سيواجه الكاملون ودرس درس الكاملون طريقة اللعب بتاعه يعرف أنه هذا الفريق هذا مثلا نحن ما تكلمناش عليه أنه في كاسفريقيا بين نقاط ضعف كثيرة أنه مثلا الفريق تلقى أهداف في كل مبارايات مثلا تلقى عدة أهداف عنده مشاكل في الدفاع يعني صعوبة حتى مباراة مباراة الجزر القمر اللعب لما كان حرص فاز بصعوبة هذا الفريق صحيح ولكن تبقى المقابلات تتغير ولا تتشبه أيضا الحفية سمحني فقط أن المدرب الوطني لا يستطيع أن يعرف الآن لأنه مباراة ما يزال عليها شهر تقريبا أكثر لما يقرر بالنسبة لمنجاح أنا لا أستطيع أن يعرف ربما يستدعي لعب بنيتو ربما يلعب سليماني هذا شيء اللي سي يفهم المدرب إلا لما تقدم المباراة سائل بطالة في مسيرتك أشباص جافيت مرحلة فريق عيشها أي قلب هجوم وأي مهاجم في مشوار الكروي تحليلك تحليل 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 على البنستر جافيت هذا تعب غداد منجاح كيف يقرأ سائل بطالة بكل صراح شوف كمال مرحلة في الموند يقدر يجوز مرحلة هكذا صعبة تعب غداد منجاح إحنا بكري وش كنا نقوله وش كنا نقوله كي تكون ضيئ هكذا بزاف تقول زقينغا سماما كان زوج النقاط مهمين كان الضغط النفس اللي يديروه هو في روحه صحيح بغداد منجاح ودي الضغط نفسي بزاف حبي سجل بأي حبي سجل وهذا رح يكون له ضغط واسمه ضغط سلبي صحيح وكان تدبو الانفيرون المنتاعه اللي راو فيه هو بغداد منجاح أي مهاجم في العالم وش نطلبوه منه كمان يسجل تخلق الوكازيون بيت صحيح تكون فعال باش تخلق الوكازيون بيت صوت مدين باس دي زي فلا اجيب ضربات الجزاء عنا طاق وليت ماركي ليت لما تقدر ماركي اجيب تخلق الوكازيون بيت ولا تجيب ضربات الجزاء باش اصحاب كين فضوهم ويسجلو بنجاح حاليا انا شوفوه باللي يخرج وجه ليوجه أبك بكل تنخلق كيفاش راويرات البيت واحد ما كانش في بلاسة هديك يقول لك واش هذا مشي جوال هذا لي كان في بلاسة يعرف بلي يقدر يصر اي لعب واش راوصار البونجاح مي جمال كامال حاجة طريقة اللي هي التركيس وهو ما يزمش عمراسه بزاف لازم ماركي وكيدخل المقابلة ما يدخل لازم ماركي شوف كيف تحوش على البيت بزاف يهرب لك انساها لعب صحابك كما كان يدير هو يقلق الديفونس صحيح والبيت يأتي واحد نحب نزيد بكر بشر المعج بؤك اسفضل لا مراهن ما تضرح باللي حاليا المدرب في الفريق سيستعمل ما تضرح أكثر من يستعمل فهمت بسكو لماذا كيف تدير رمضة فلا سيركز واناليز الاناليز 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 يتخل تتولار ويخرج 60 60 من الاناليز ويشوف الاناليز كما قال ابراهيم يتخل خير ما تخل هو رات وزي رات شي يتخل أكثر من أكثر مواز بؤك أكاس ينضم إلينا طبعا عبر سكايب مرة أخرى تحية مجددها لك مواز بؤك الحديث عن جائزية اللاعبين الحديث عن بغداد بنجاح والحديث عن تراجع مستوها الرهيبة تعلقها بعدم التهديف في خمس موباريات لهم هدف بعد قطع من حارس فريق الخصب بكل صراحة أنت كتقني أنت كمدرب هل تتصور أنه مواجهة الدهب في جابومة أنه جمال بالماضي لن يغامر بتغيير كل تشكيلها وسيتمد مجددا على بغداد بنجاح لإقلاق مدافعي المنتقب الكاميروني قبل كل شيء يعني أن يرى الفورم الأكتويل لعبين لديه لديه الهجوم في جميع الخطوط التركيبة نقوله هجومية وليس هجومية دون طريق سيبل ماضي يحاول يلقى الحلول المسبقا ويجب السيناريو المقابلة كيف نجم تصير ويجب يكون عنده توازن بالنسبة للهجوم والطاقة التي يقومها هجوميا ويكون دفاعيا كيف نجم يتأقلم في الترانزيسيون للاعبين الموجودين للكونكورنس موجودة بالنسبة البونجاح التي لديه مدة ما تسجل هذه فكورة القدم تصير تنجم ترجع برمجي كما راحت الفترة لنجم يسجل فيها كما تنجم ترجع بسهولة تامة الوقت هذا من جموش يقول أنه يزم يريح ونحن نعرف أنه يتح من الويلو يزم يركب ويحاول يتمش علي لأنه يلقي الوقت ويلقي لشمال بيوت أنا أعتقد أنه يتح أنه يتح لكن لا يدخل في الشكل كبير لأنه القدرات يتح على مدة سنوات لا يش معنا سنوات ويحصل شهرين أو التاف شكرا معنا القدرات جيد سيد مؤكس مؤكس بقى معنا شايف بكل صراحة محمد لعب الدولي بعد ملجح لغم أنه لا يسجل ولكن يلعب كأساسي بمعنى عنده مباريات في الأرجل وهذا مهم يلعب يلعب منتقب وطني ومهم يلعب كرة القدم ويحترف كرة القدم سؤالي فقط محمد لا يسأل تكش هذا سنة فونتاش بور جمال بالماضي ما تشوش بلي أنه جمال بالماضي لن يغامر باستدعاء لأيبين جدود في هذه الفترة الحساسة شوف أنا جي أعتقد لا أريد أنه يغامر بالفعل وخاصة لا يوجد ماتش بين الماتش بالكامل لا يوجد ففا لا يوجد لا يوجد لا يوجد أنه يغامر ربما ربما نقول واقل أو 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 جوار دون شكلين تأتي لكي بصدير تروى جوار ماكسيمون فوضيل أحب أن نقول جمه بغداد بونجح لا أنا أحب أن أقول لك على بونجح شوف كنري يحو دون اللوجيك سبورتيف أنا هدي اللوجيك سبورتيف ونقول بلي بونجح لازم تكون عندنا نظرة أحسن سبورتيف فعلي صحي لنري الحفرالوجيك أمان اللحب بونجح هكذا بانسول لكي العاطفة وقايتك اللحب بل بسك اليوم إحنا واش نحب واش نحوس واش يماركينا لبيت صحي هذا ما كان فاهم انت سيفري كالتروامات وكما سنجل سنجل تروامات الأخرين نشفناهم سنجل كيف ماش سنجل سنجل لجوال الأخرين للأخر نحن نحن في الفريق وليوم في الفريق تاع أنا شوف بغداد بونجح لعب خمس مباراة 333 دقيقة في خمس مباراة تم استبداله بآيو لعب بلغاني في الدقيقة 66 في الدقيقة 70 في دقيقة 71 يعني لا يلعب كثيرا أمس احتجاجه على المدرب يأكد المرة الألف يفضل حفيط بأن بغداد بنجح يعيش ضغط كبير ورهيب بعد عدم تسجيله لكن بعض الفنين والتقنيين يقولون بأن بغداد بنجح سيكون متواجد في جابو مواك أساسي نظرا لفعاليته في إتعاب المدافعين كامال سمح للا بشما لفنين على وشقال الانتنور تعلم سيبو أك يهدر لفنان السيئة السيئة ببنجح في المنزل التي تشاهزها يتحدث لفنان بغداد سيئة من حاجة تدعو سيئة بغداد سيئة 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 بغداد سيئة ولكن لأن جوار سيجدوا أن أفنسانتر لي موال في ماركي ليبوت صحيح لأن جوار لي ماركي ليبوت لما تذهب إلى الكنفرانس لما يدخل يتشك ويكثر عليه الضغط ويكثر عليه خاصة الانتقادات من الصعب اللعب هذا شفنا مثلا في الكاس العربية مر بالألعب وبعد ذلك في كاس الفريق في كاس الفريق كما قال لك محمد ما يقدرش أنت الفريق يبا ساكوتي في ترواماتش ولا أفنسانتر يكون يخرج يجب أن ينقرر مستحيل يجب أن ينقرر لا ينقرر لماذا هو المدرب المدرب يتعب في بونجاح بقى الانتسيدن هذا المدرب صحيح يتعب فيه لأنه لاعب يسجل أهداف صعب ويلاعب تسمح لي فقط فضل حفيت يلاعب فيه لأنه كان حتى بدون كرة بونجاح كان يفتح طريق البلايلي كان يفتح طريق المحرز ولكن عندما دخلوا الشكل يتعبوا الانتقادات ويجب أن ينقرر يجب أن ينقرر كيف ينقرر أو ينقرر هذا ما نفسه ويجب أن ينقرر كيف ينقرر 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 في هذا المشكل ولكن نقول بصراحة أنه الفريق لم يساعده يعني لو كان يسجل هدف ربما في المباراة لأتاكس الفريق أو هدفين كان يتصرح ولهدف هو مطالب الآن لكي يسترجع الثيقة هذه وهذه وليساعدة على المدرب أنا شوف عندي سؤال وبعد نجاوب عليها الفوتبول فاصيل في الفوتبول المشكل صحيح يتلعب محمد يتلعب كرة قادمة سهلة هذه هي الصعيبة خطر لكي تلعب سهل يجب أن تلعب بغداد منجح في المقابلات اللي لعبهم وما ممكن يشوفوهم على السد دفوع لبلك يصعب الأمور على روحه أنا فانسون دووبيت لعبا بك الكرة الأولى الكرة الأولى لا تسجل خطر على برك وعمل ثقة لن تخل في المقابلات وعباك عامل ثقة عنده دور كبير دوكن ترى كتلعب في المارس تبدو تتلعب في المارس تتلعب تتلعب لاباك لازم برودة العقل أنا فانسون ترسيح لازم عقله بارد وقلبه سخون هكذا نقوله احنا لزاجيين الحرارة هذيك عندنا بس هذيك الحرارة ونحب النماركي ونحب كده لازم عقلك يكون بارد خطر شوف لازم عقلك سخون وقلبك سخون سوف تتلعب تتلعب ونحب تتلعب تتلعب سيد مؤز سوف تتلعب سوف تتلعب تتلعب ما بعد بالطبع ويدرس كما قلوا المنافس جيدا بشي يعرف بعد في الشواب بتاع اللاعبين بتاعه يشكون لنجم يأثر أكثر على المنافس وعلى المنظومة زادة بتاع الفريق الجزائري جيد جيد سيد مؤز أبو أكاس فوضي الحفيظ الحديث الآن عن بدران الحديث عن عطال حديث عن إصابة عطال هو الإصابات المتكررة هذا الهاجس الذي سيرق بالماضي قبل هذه المواجهتين المهمتين طبعا أيه هو محمد شعيب يعني لما يكون عندك مثلا لعبين أنت تكون معول عنه في مباراة معينة وبعد ذلك تحت الإصابة يعني هنا يجي المدر بشي يشوف وارد الإصابة في كل قدم بالفعل وارد في أي لحظة وعلى أي لعب ولكن كان لعب أساسي وصعب موش كما لعب احتياطي أنت تكون معول مثلا تكون منركب مثلا الدفاع تاك على أربع لعبين ولا لديوزاكسيو ولا حاجة وبعد لكن عنده خيارات يقدر بنسبعين يدخل كامح وردفاع يفتين فيها محمد شعيب يقدر شد يكون الجالي ويقدر بنأيادها لا ولكن كان مباراة لأسم لهم كان مباراة يصعب فيها التغيير يصعب فيها تبدل اللاكس مباراة كما هذه يعني صعب تبدل الألاطيرال صعب وليه هدف المدرب بدون شك هو عارف عنده بدون شك عنده لتعويض قدران وتعويض عطال الحديث عن المنصب تاعك الحديث عن المدافعين الحديث عن نقطة جدو مهمة لكن قبلها محمد شعيب تعلق بالليل يوم حرز مهم من ناحية الدهنية المعنوية بسي ce Ghz 滿ق مهمة الجوار تاعنا actuellement بالليل محمد Work داعي صحي هدف يوم نحنت وق................ هو أن يُسارى على المساعدة في السبب إليك سورونا وهو ترتدي بالكليف حقاً وهذا هو محادث بالنسبة ل่othyroة حيث لا ينبو Couldnشتي الله اليوم هي نحن بطاق تكيك الدول هنالك بكري كانت تبحي من سبيني بالليلي والنصر بينثلات هنالك رموس لقليف قطيد روا كان عنا عطال فغولي محرس لذا كانوا يمشوا بلس الانكوبراسيون تجد منجاح يجي يعاون لذا كل هذا يجعلنا عنا صدد انا صدد انا بون انيماسيون اوفنسي في قطيد روا الأدات المهمة ليوم محرس بالليلي باش يت بانسير اليوم نحن نتكون بالليلي لديك الاخور يجيبوا الاضافة وزيدوا يجيبوا الاخورة يجيبوا الاخورة يجيبوا الاخورة لا يتدفعوا الاخورة لأنه ليوم محرس بالليلي لذلك يجعون للشئ صحيح أشيط أسنة لكن الانتكین عنا يترم الظازح يجيبه ليوم محرس يجيبه يجيبه في نهاية اسم 있습니다. مشبول سمي مغبيل من أجلس، إنه يستيقظ على أجلس، السإستشعر ليسيقوش بكoticس لأنه ي busted ادراع الرأي ندت السيدة الموجودة عنده وحد جينير في الفوار نختم معك فضر في تخلجنا فاصلنا الوقت إلى إضافة فقط بركة النقطة على قضية الدفاع بس بدون شكل المدرب يكون عنده مشكل في الدفاع ويحلوه قبل الوقت يعني في الفوسبول على مالك يقول لك بلي لاتاك أسير فهمتني إذا كان إذا تسجل أهداف وتلقى أهداف للحديث بقي كل التوفيق للمنتخب الوطني قبل هاتين المواجهتين الهمتين لتأهلي إلى مونديالي قطر موضوع العدد من برامج حكي بالون قصصناه للمدربين أو المدربون بين الاستقالة والإقالة والمصطلح الجلديد الطلاق بالطرد رغم النتائج العيجابية بأكاس فزم عمول يطوران وتم إقالته نفس الشيء لشريف حجار مع السياسي ونفس الشيء لمساعد مدرب مساعد أو المدرب الرسمي الذي كان مؤقت عزين رحيم في اتحاد الجزائر قم على داتة بو بايدن